باست النادي الاهلي وصلت الى تونس امبارح والنادي الاهلي خض اول مران وكان في استقبال طبعا حافل للنادي الاهلي ولباست الفريق برئاسة طبعا محمود الخطيب رئيس النادي واللي كان طبعا مصر ومتمسك وعادة بيكون محمود الخطيب رئيس النادي هو متواجد فيه الرئيسا للبعثة في اي مباراة مهمة او اي نهائي منذ ان تولى طبعا رئاسة النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا بياخد مباراة التراجي التونسي بعد استبعاد كمان كريستو للاصابة وفيه طبعا هدف امام كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعدم الخسارة في المباراة والخروج بنتيجة ايجابية علشان كده بدأ يفكر كولر مع جهازه المعاون فيه الدفع بثلاث لعبين ارتكاز في وسط الملعب يكونوا موجودين سواء بقى اكرم توفيق ومروان عطية وامام عشور يعني هو شايف ان ممكن يكون دوت يؤدي الى امتصاص كمان الحماس الخاص بفريق الترجي وجماهيره وفي نفس الوقت قدرة الترجي يخلي بالك فريق الترجي التونسي اختلفت تماما عن السنوات اللي فاتت وانا قلتلك ده امبارح وبأكدلك عليه ان فريق الترجي فريق دلوقتي فريق قوي وفريق محترم لكن باذن الله ما يبقاش قوي في المباراة الزهب ومباراة العودة امام النادي الاهلي في نهاي دوري الابطال الى جانب كمان الاستقرار على مصطفى شبير في حراسة المرمى بعد حالة الجدل اللي كانت موجودة مصطفى شبير هيلعب ولا مش هيلعب لكن كولر خد بالقرار الانسب بالنسبة له وهو الدفع بالحارس اللي بيشارك في المباراة اللي فاتت واللي شارك بصفة اساسية في الاشهر الماضية وبالتالي كان القرار بالنسبة له هو مصطفى شبير لكن في نفس الوقت طبعا تواجد محمد الشنماوي في قائمة النادي الاهلي بناء على اتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بضرورة التواجد في المباراة النهائية باعتبار واحد من العراص الاسسية واحد من كباتن الفريق وبالتالي وجوده مع البعثة من وجهة نظر طبعا محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مهم جدا